بسم الله والابن والروح الخدس لله الواحد أمين المبدو الله والابن والروح الخدس الآن وكل آوان وإلى ظهر الظهور كلها أمين نهاردة أحبائي هو الأحد الرابع من شهر هاتور المبارك وزي ما صلينا مع بعض صلينا جزء من إنجيل معلدنا القديس ماركوس البشير في الأصحاف العاشر من الآية 17 إلى الآية 31 اللي بتتكلم عن الشاب الغني اللي راح للسيد المسيح وسأله ماذا أفعل لقرس الحياة الأبدية سؤال مهم سؤال المفروض يشغل بال كل واحد فينا إزاي أكسب وروح السماء شهر هاتور هو تالت شهر في السنة وهو شهر اللي فيه موسم الزراعة وعلشان كده الكنيسة علمتنا في الحدين الأولانيين حد الأول والحد الثاني كلمتنا عن مسل الزارع وعلمتنا كمان إن البزرة هي كلمة الله وقالت لنا إن فيه أربع أنواع من الأراضي وقلنا كل أرض أحط مكانها قلبي ياما هيكون طريق ياما هيكون أرض فيها شوق أو أرض حجرية أو أخيرا أرض جيدة البزرة في زفحة فيها حياة كلمة ربنا برضو فيها قوة لكن المشكلة فيها وفيكم عشان كده كملت الكنيسة في الحد الثالث وابتدت تقول لكل واحد فينا صحيح بنيجي الكنيسة لكن لازم يكون لي جهاد روحي لازم يكون لي نظام أمشي عليه في حياتي مع ربنا عشان كده في الحد الثالث اتقل لنا احسب حساب وكانتك بص كده شوف نفسك رايح فيه شهر هاتور زي ما وإنه هو ثالث شهر في السنة البطية تود بابا هاتور وإنه كمان الشهر اللي بيسبق شهرك يحك اللي هو الشهر المريمي اللي هو الشهر اللي بنعيد فيه يوم تسعة وعشرين كيام بعيد ميلاد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح عشان كده النهارده الكنيسة بتكمل في الحد الرابع بعد ما وردنا إن البزرة هي كلمة الله زي ما قلت لنا في الحد الثالث اقعد وحسب حساب وكانتك النهارده كلنا بنمثل هذا الشاب الغني اللي للأسف رغم إنه حافظ الوصية منذ طفولته إلا إن طبيعة فزدة طبيعة فزدة لأنه أول ما سمع الوصية والسيد المسيح قال له أترك اللي عندك وتعالى تبعني حاملاً الصليب مشي يقول الكتاب مضى حزيناً عشان كده سيد المسيح ابن الله الله الظاهر في الجسد سيولد وهيأخذ صورة علشان يجدد طبيعتنا البشرية طيب يعني إيه الشاب الغني ده يعني هي المشكلة في الفلوس يعني كل واحد غني عنده مشكلة مش هيخش السماء ولا إيه لا يا أحباء المشكلة مش في الفلوس وإنما المشكلة في الاعتماد على الفلوس لأنه لما نبص في الكتاب المؤدس نلاقي شخصيات كتابية كتيرة في الحقيقة كانت غنية بل غنية جداً إبراهيم أبو الأباء يعقوب أيوب دقود سليمان الناس دي كانت غنية قوي لكن غناها ما كانش بيخليها تحس بس فقط بالأمان طول ما الفلوس دي موجودة عشان كده ربنا يدينا نعمة النهاردة نتكلم أنا وإنتم يا ترى إيه الصنم اللي في حياتي اللي أنا فعلاً بعبده هناك أصنام أصنام مسكين فيها ولا نتنازل عنها أول صنم النهاردة زي اللي كان في حياة هذا الشاب الغني هي محبة المال زي ما قلت لحضراتكم المشكلة مش في الفلوس يعني واحد أو واحدة بيشتغل كلنا بنكتهد ونكبر في أماكننا وفي وظيفنا وتعلم مرتباتنا وبنكفي بيوتنا وولادنا وبنسدد كل الاحتياجات وبندفع العشور وبنساعد من نستطيع وبعد كل ده لسه فيه فلوس زايدة وفايدة بنحطها على جمد لمشروعات أخرى لأيام ممكن أحتاج فيها هذه الفلوس ده اسمه تدبير ده ما اسموش محبة مال لكن إن أنا أحرم أسرتني وأحرم نفسي وأحرم ولادي وألبسهم لبس غير لائة وأكلهم أكل أي كلام وأحكم عليهم بحياة فيها زل وفيها تعب عشان أنا الثقة والإيمان بتاعتي إن الأرقام عمالة بتزيد يبقى دي محبة مال تعمل إيه الفلوس تعمل إيه الفلوس في زمن الكورونا اللي إحنا عايشينه ده كنت مرة كده في بداية سنة 2020 مارس إبريل لما كانت الدنيا صعبة أو في إيطاليا قريت عن خبر رجل عجوز عنده 80 سنة وهو موجود في العناية المركزة وبعدين محطوط على جهاز التنفس الصناعي فبيسأل الأطباء والممرضين والممرضات هو الجهاز ده لو أنا هدفع تكاليف التنفس ده هدفع كام في اليوم فقالوله يعني تقريبا في حدود 300 يورو فقعد يبكي ويبكي بحرارة جدا لدرجة الأطباء فقالوله ما تخافش يا عمّة مش هتدفع أنت متأمن عليك والراجل عمّالي يعيّد فقالوله فيه إيه بس فقالوله ده أنا عندي 80 سنة 80 سنة ربنا بيديني الهوى ده كله ببلاش إيه ده بتعمل إيه الفلوس علشان كده يا أحبائي السيد المسيح النهاردة بيقول لنا يا بنيا ما أعصر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكه طلعا مش عيب يكون عندك فلوس ولكن المشكلة والخطيئة إن أنا أعبد هذا الصنم صنم تاني ممكن يكون في حياتي أو في حياتك أو في حياتك هو محبة الجسد والجسد ده بقى نحط تحتيه نقط كتير أشهرهم الشهوة والنجاسة فكرين يحنى المعمدان مين اللي قطع رأس يحنى المعمدان هيرودس الملك هو هيرودس دك الراجل وشش لا ما كانش وشش إزاي بونا ضغطها على رأس يحنى المعمدان طب ما تيجوا كده نشوف بيقول عنه إيه معلمنا القديس ماركوس في الأصحاح السادس قد إيه كان هيرودس الملك ده بيحب ويوقر يحنى المعمدان يقول لأن هيرودس كان يهاب يحنى عالما أنه رجل ضار وقديس وكان يحفظه شوفوا اللي جاي وإذ سمعه فعل كثيرا وسمعه بسرور ده بيحب يحنى المعمدان جدا ده متأكد إنه هو قديس وإنه رجل الله ده كان لما يسمع يحنى يبقى مبسوط ده ما كانش بيسمع بس وإنما كان بيسمع ويعمل أيضا ما اللي حصل اللي حصل الشهوة اللي حصل هيرودية زوجي الأخي اللي كان عايز يتجوزها رغم إنه ده لا يحل فوقع في الخطية وسمع كلام بنت هيرودية لما رقصت قدام الجموع وأمر بقطع رأس يحنى المعمدان صنم تاني إذا صنم محبة المال ثم صنم محبة الجسد طيب فيه أمل آه فيه أمل طبعا بالمسيح يسوع الله الظاهر في الجسد هتقدر وهقدر نغلب الخطية الخطية بكل أنواعها طبعا عندك ده ليه يابونا يوه ده الأدلة كتير قوي روحوا كده شوفوا وقروا قصة المرأة السامرية اقروا كده المرأة التي أمسكت في ذات الفعل شوفوا زكة وشوفوا متة وشوفوا وشوفوا هتلاقوا قديسين وقديسات كان حياتهم فيها مثل هذه الأصنار ولكن لما قبلوا المسيح واتكلموا معا رجعوا صنم ثالث مشهور شوية وهو الأهواء والمشاعر الغير منضبطة أهواء ومشاعر تطلع وتتقال للشخص الغلط حطوا بقى ده زوج بيعمل كده بس مش مع امراته زوجة بتعمل كده بس مش مع جزهة شاب بيعمل كده مع بنت بنت بيعمل كده مع شاب أهواء غير منضبطة للأسف هي تبان من بره شكلها حلم يابونا احنا بنرتاح لما بنكلم بعض أنا أصلي بفتح قلبي وبحثي وأنا بنبسط وببقى فرحان أصلي بيسمعني وبيحلل لي المشاكل أصلاها بتسمعني هي الوحيدة اللي فاهماني رجب انها مش مراتة هذه أهواء ومشاعر غير منضبطة هذا صنم صنم في حياة ناس يعرفوا هذا الصنم وقمته إيه عشان كده تعالوا كده نقرأ في حكاية الأهواء والمشاعر الغير منضبطة رغم انه ده كان مشاعر إنسانية في لؤة تسعة يقول إيه وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد أتبعك أينما تنضي فقال له يسوع للسعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه وقال لآخر اتبعني فقال يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي وقال آخر أيضا أتبعك يا سيد ولكن ائذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي دي كل دي مشاعر للأسرة اللي عايز يمشي وراء المسيح لابد وأن يترك كل شيء مش معنى كده أن احنا نبغد أهلينا وقصرنا وولادنا ولكن يكون المسيح هو رقم واحد في حياتي يبقى محبة المال محبة الجسد ثم الأهواء والمشاعر الغير منضبطة كل ده ممكن يحرم بي من العشرة الحقيقية مع المسيح أما الصنم رقم أربعة فهتدي له عنوان أنا أحسن من الناس كلها صنم البر الذاتي الصنم ده يعني شوية كده بيشتغل على فئة معينة لهم الجماعة بركنيس لهم الخدام والشمامسة والكهنة يشتغل عليهم بقى الصنم ده شوية يقولك أنا أحسن من أي حد أنا لما بمسك الخدمة بخليها زي الفل أنا بقى لما بكون لابس شماس يوم ما ببقى موجود شوف اسمع بقى وشوف الألحان بتطلع إزاي وشوف صوتي جميل إزاي ده أنا أحفظ ألحان كبيرة وصغيرة يا محدش قد ده أنا يوم ما بقف على المنجلية واوعظ الناس بتبقى مبهورة ده أنا ممكن أدخل بعد شوية وشوف العزة بتاعتي خدت كم لايك كم واحد كده سمحها وكم واحد عام بصباعه لفوق وكم واحد عام بصباعه لتحت بر ذاتي افتكروا كده معايا الفريسي والعشار يقول أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا اللهم أنا أشكرك أنا لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنات يا طرى أنا باجي الكنيسة بأعمل كده ممكن يمكن أكون بشاور وبتكلم في قلبي وأقول أنا أحسن من الخدم الفلاني أنا أحسن من الخدمة الفلانية الوصرة دي يا عم دول بيجوا قبل المناولة مش عارفة بقدي ايه الناس دول لا لا دول أخلاقهم كذا وكذا وكذا وابتدي أقارن بيني وبين الناس أنني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنات ولا مثل هذا العشار بيشاور بقى أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتني ده أنا باجي في الكنيسة وبحضر قداس والأتنين كل سبوع ده أنا بصوم الأربع والجمعة أنا بدفع العشور بتاعتي وابتدي أقارن بيني وما بين الآخرين أتفاخر وللأسف علشان أشبع ذاتي وعشان الصنم اللي بوايا اللي للبر ذاتي اللي بيقول أنا أحسن من كل الناس ناخد صنم رقم خمسة اللي هو بقى إيه؟ الناس مش بتوعوا الكنيس لك لا بص بقى أبونا إحنا لا لينا في الشموسية ولا لينا في الخدمة ولا حفظين الحال ده إحنا كلنا في الموازين إلى فوق حلو قوي ومال ليك إيه في إيه بقى؟ أفتخر بوظيفتي ولا أفتخر بمكانتي في المجتمع أفتخر بالممتلكات والمقتنيات اللي عندي وفي قصة جميلة قوي في العهد الأديم عن ملك للأسف رغم اللي حصل معاه كان عنده هذا الصنم الملك ده كان اسمه حسقية الملك عيد وصلى وربنا استجاب لطلبته والصلاة ومد في عمره خمستاشر سنة وبعدين جي ملك بابل بعت وفد لحسقية الملك عشان يقوله إيه؟ الحمد لله على السلامة إحنا مبسوطين أنت كنت عيانه بيت كويس المفروض حسقية الملك كان يعمل إيه؟ يفتخر بعمل الله معاه لكن للأسف اللي حصل نقراه في أشعية تسعة وثلاثين يقول إيه؟ في ذلك الزمان أرسل مرودخ فلادان ملك باب الرسائل وهدايا إلى حسقية لأنه سمع أنه مرض ثم صح كان عيانه بقى كويس ففرح بهم حسقية وأراهم بيت زخائره ده بقى يوريه يوروا الوافد اللي جاي ده كل حاجة عنده إيه؟ الفضة والزهر والأطيار والزيت الطيب وكل بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه لم يكن شيء لم يرهم إياه حسقية في بيته وفي كل ملكه كتير نعمل كده مع بعض أفتخر بمقتنياتي تعرف على أسرها لسه جايين وأنا لها 3-4-15 سنين هنا تدي بقى أتفاخر بمعرفتي وأتفاخر بمعندي وأتفاخر بالله أنا حققته يا حبيبي انت كل اللي عملته ده وكل اللي عملتي ده من إيدين ربنا ومن غير ربنا لكان هيبى عندك ولا عندك ولا عندي حاجة نحكي أسرار بيوتنا ونحكي كل حاجة مع أن احنا لسا متعرفين اسبوع اللي فات وفي الآخر تعالوا شوفوا كده أشعية النبي جي لحسقية وقال له ايه الناس اللي عندك دول كانوا بيعملوا ايه وعملت ايه معاهم فقال له ده أنا ورتهم كذا وكذا 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 فأشعية قال له ايه اسمع قول رب الجنود هو إذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك هتيجي أيام كل اللي في بيتك ده اللي اتفخرت بيه هيتشال وهيتاخد منك وما خزنه أباؤك إلى هذا اليوم كل اللي الجواب وعندك في البيت واللي كان ممتلكات جدودك وأبوك وأمك هيتاخد إلى هذا اليوم إلى باب للمكان اللي جاي منه هذا الوافد الممتلكات ضربة حتى ضربة للكنيسة يحصلوا بعض الكنيس تتفاخر إحنا بنينا إحنا عملنا إحنا عندنا إحنا سوينا أمين حاجات حلوة جدا مفيدة للخدمة ومحتاجينها جدا ولكن ناخد بالنا لأننا نكون بنفتخر بأنفسنا نعمل خدمة في الكنيسة أقول أنا أنا أبونا اللي عملت كده أنا الخادم اللي سويت كده ده لولا تعب في الخدمة لولا أفكاري الغير تقليدية ما كانش حصل وحصل وحصل فهناك يا أحبائي أصنام كتير ربنا قادر إنه كل واحد فينا يصلي النهاردة ويستدعي الروح القدس لكي ما يفتش مش بس الأصنام اللي أنا قلتها محبة مال، محبة جسد، أهواء ومشاعر غير منضبطة ممتلكات ومقتنيات وإنما يدور يمكن اللي جوايا صنم القيادة والريادة يحب أكون أنا القائد يمكن يكون صنم الكرامة والمكانة الأولى يمكن يكون صنم الكبرياء والقرور أو النقد الغير بناء أجي الكنيسة وانقض عمال على بطال طب عندك فكرة تبني؟ لا مفيش أو صنم النميمة ومسك سيفة الناس أو وأو 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 كل واحد يقدر يصلي النهاردة ويكمل صلاة القدس ويقول له يا رب اكشف اكشف يا رب إيه اللي جوايا؟ إيه اللي منعني ما يخليني هعمل زي الشاب الغني وامضي حزينا وما بقليش مكان في ملكوت السماوات لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد أمين